السلام عليكم اخوتيم ورحبا بكم في فيديو جديد معكم موعد احبوش مدوش على الصوت ديالي راني غي مريد ماشي شي حاجة ماشي ماركيز ولا شي لعب مهم بديو على المضمون فقط مهمة الفيديو هدا اندويو فيه على كيفاش تنضم الوقت ديالك خصوصا انتو من عندكم الجيهوي فانا بحالكم كان عندي العملفات الجيهوي وكنت مخربك حتى سهر بعد انا قديت نظام ديال الوقت وعاد بديت كن نوجد الجيهوي فانتو ما باقي قدامكم الوقت باقي قدامكم كتر من شهرين اه كنت منها طريقة عادي اللي درت انا العملفات وجابت معي نتائج زوية وناه وفعالة كنت منها تنفعكم حتى انتو ما وغا تنفعكم ان شاء الله غير ديروا معي عقلكم قبل ما نقول لك شنو كنت درت انا باش نضمت الوقت ديالي العملفات طريقة بسيطة بطبيعة الحال ولكن انا بحالك كنت العملي فتعطي اغل الواتساب انستجرام يوتيب افلام فيديوهات انا بطبيعة الحال كنت في العصر الحجاري دابنتا تكون كتلعب فريف فاير باب جي وشي حوائي جنيت كانوا كيعقزوني بس انا ما نخدمش بحال انني في الليل من اللي كنكون باغي الناس ولا شي حاجة كاتش ديوتيب كنبقى اه عطي لطاك الفيديوهات الافلام داك الشي اللي ما عندو تشي علاقة بالقراية وصافي حتى كالناس ما تيكفانش الوقت في نقراها ولا ندير شي حاجة ولكن من بين هادلز ابليكاسيون كاملين كينا ابليكاسيون حدا ولا هي النيت اللي كتكون في التليفون نيت هي اللي كنت اه يعني بحال لا الله اول مرة نكتشفها اللي هي ريفاي بطبيعة الحال كان عندي بحال قلام بيض ما عطيش اتي قيشوني ماشما ما اหمرني يا عسولت فيه من بين الحواج اللي عاونوني وليكانت أعرف بما عاونوني هو انا ما كنتشعارفش نخص سنين يا راجع فامل ما كنتشعارفش نخص인�ين راجع كانبدا باللي كان بدا ما اشلام بالاجتماعيات مرة كانبدا بتربية اسلامية مرة كانبدا بهети مرة كانبدا بهدي مرة كانبدا بهدي ولكن دير الريفاي معه التمنية كانت المعد tenاش يعني ربعة تسوى اللي كنتك канدير انا يا kne المراجعة كشووي كل نهار جوج مواد من بعد انا مبقيتش نحفظ دوك المواد مع الوقت والتي كانت تكونسنترا والتي تعادى فيها من 8 الى 12 يعني في الليل من 8 الى 12 ربعا دي السوية كانت راجع فيهم جوج مواد واحد الحاجة عاونتني باش نحفظ صورة يوسوف هو كنت نسمع الصورة يوسوف بالدجويد ديال ياسير الدوساري راه كاينة في اليوتيوب غي روشير شيل بالنسبة لهذا الابليكاسيون ديال الريفاي اللي كنت حاقرها كانت من احسن طرق اللي عاونوني باش نجيب مزيان في الجياب كنت كان كتب في العنوان ديال الريفاي مراجعة وكاتسوني مع التمنية كانش يديري كنت فيه واحد جوج ثلاثة وكان بدر راجع ما كانش كاي مني واش غنجيب مزيان ولا ما نجيبش ولا كيفاش ولا شنو غاي وقعي ما خدمتش مزيان كنت غير كان خدم وصافي حاجة اخرى كنت نديرها قبل ما نبدأ المراجعة ديالي هي كنحط لي اشي عملية نقد نحسبها وكنحسبها هادي طريقة كلاسيكية بطبيعة الحال ولكن كان واحد الابليكاسيون لقيتو كيدير نفس العملية كيدير الريفاي وملي كتمشي تسكت الريفاي كيعطيك واحد المعادلات حسابية ولا غير ولا غير عملية بساطة تعرف تجاوب عليهم وهكا تفتح لك الدماغ للقراية بحال هاد الوردة ذا اللي كتشوف الابليكاسيون غنخلي عالتحت لي بغا يدخل تيلي شارجيه باش يخدم بيها غتعونكم بزاف انا صراحة ما كتشفت تلعدي العمادة انا واخا قلت ربعا دي السواع باش بديت لعجي كاف ولكن انت ممكن تبدأ بجو السواع ولا بساعة ما كانش اشكال عندك حاجة اخرى اللي هي ما تنساش تلعب ما تنساش يعني تحاول نفس ديالك تخليها تلعب القراية ما تقترش الى الرياضة اللي كتبغي ولا الى الهواية اللي كتبغي ممكن تلعب كورة باسكيت بحالي شي حاجة كما كانت يعني ولكن ما تنساش تمانية تكون حاطة الريفاي باش تبدأ المراجعة باش تفوق في الجهاوي وفي القيسم حتى هو وتجيب نوقات زوينين هذا هو الهدف ديالك وتفكر ديالك قبل ما تبدأ المراجعة ترولاكسها الوضع رولاكس خلاص بلا سياح ترولاكسها مزيان تلق شي موسيقى كما كانت هادئة كتجبك فيها لغوات فيها اي حاجة كتجبك اي نوع كتجبك ومن بعد بدأ المراجعة من اللي تركز على الحفاظ نسى الكون كامل بما فيهم صحابك العالم كل شي وفي اخر المعطاف اجيب نقطة زوينة شكرا للاستيماع ديالك ما تنساش الدالية بالشيفة الى اللقاء اشتركوا في القناة